ومع طرق الزيالي أحمد الصالحي مروان تاج وكمالها بن خلي منذ قليل انتهى الاجتماع في وزارة شباب ورياضة جمع الوزير الصادق المرادة معه كامال يدي رئيس هيئة التسوية في الجامعة التونسية لكورة القدم وكذلك مرادة دعمي رئيس الإدارة وطنية للتحكيم جديد بخصوص الحكام والأزمة متع الحكام مبدو لي عندك تفاصيل أستاذة؟ لا مازال ما عنديش تفاصيل كلمت ومصدره ما مازال ما عطنيش يبدو لي حسب مسألة مصادر من الوزارة الأمور تقريبا كان فيما تجاوب من مرادة دعم وكذلك كمان يدير بخصوص المطالب من الحكام اللي كانوا في الاجتماع متاع يوم أمس كان فيما تجاوب بخصوص مستحقاتهم في القريب العازل بيش تكون عند الحكام كيف كيف على الظروف اللي يدربوا فيه الحكام وكل المطالب بيش تكون الأمور متاحهم على تم الاتفاق ووضع خريط طريق المشي عليها في الليامات الجاية دونك أزمة ويبدو لي تحلت هي رأي الأزمة بدأت باللقاء متاع سينة جيجويني وكاماليدير وطبيعة معنطها لطان اللي صار فيه الدسكور معنطها اللطان اللي صار فيه الدسكور هذك هو اللي خلى معنطها الكورون وقصبا تتذكر حتى مختار دبوس نسمع فيكم حكاه إلا كنفرمي سا معنطها سيد أحمد وقتها كامالي لفيه أبن ثلاثة أربع يام جمعة من اللي شد وسينة جيجويني كي تخل بح ذاه في ريونيون تخل بح ذاه بلغة الأمر معنطها فيدك كذا بش توفر لي كذا فالكورون ما تعداش كانت الاستقالة وكانت الأزمة هذية اللي كانت تنجم معنطها لو ما صارتش الاستقالة وقعده نتصور معنطها كانوا بشوصوا نفس الحلول خطر أنا كاماليدير شخصينا حكيت معاه معنطها الراجل يقول لك أنا معنطها ما زلت كي جيت معنطها حتى الحسابات المالية يطلب أنه يصير تدقيق مالي باش غضو ما يتحسبش هو حتى على الفولي فلوس طلب وانتي قبيليك حكيت على تشفيف المنابع في الجامعة اللي صار السبونسور معادش العركة اللي صارت واحد وخلات انه حتى الموارد المالية تقل دونك كي ما قلت انتي أزمة مصحح برش اللي تحكي فيه ها بش نقول لك علاش ها بش نقول لك ها شنو مصححح ها بش نقول لك ها شنو مصححح كامال يدير وعدهم 900 مليون عطاهم كان 100 مليون ما هو الصحيح كي تقول لي قال لهم في العقل وطول نشوفهم كمال يدير كان يسمع فيه ويدخل أنا في الجامعة عمره موعد برقم معين موعدش برقم هاني قتلك ان شاء الله تستدعى كمال يدير وطول يحكي لك هما طلبه وداير اسمه في اميسيون تليفيزي همين باركالا طلب وقال محكيش على تسعمائة مليون حكي على زوز مليارات هذكم الكل هذكم مستحقات الكل هما وافقوا بشيخوا تسعمائة مليون وبعض تفسقوا لقوا كمية مليون عرضهمتهم هذة يأكدوا حتى العضو الجامعي الشيد للرحماني هذا أكدوا في تصريح له كيف كيف زاد ما عادته مشكلة الفيرسيون بتاحهم رحمد خليناكوا عليك أنا في تقديري اسلام هيئة التسوية وكذلك وزير الشباب والرياضة الجديد لم يحسنوا تقريب إدارة بعض الملفات وكأنه سيناريو محبك لإخراج ناجي جويني من الشباك كما يقولون عنيش الحلول توجدت وعليش صار معنا تلك الحكام يعني فما أشياء تصير في كرة القدمة التونسية أنا لست من الناس لتتبنى نظرية المؤامرة لكن فما أشياء تحسها مش طبيعية مش عادية معنا تحس فما بؤرة كل مرة تخلق بؤرة متاع التوتر في كرة القدمة التونسية وتحس كأنه فما معنا تعرفتك أنا الغرف المظلمة نرجع نحكيه عليك الغرف المظلمة كأنه فما الناس من وراء الستار تحاول دائما تأجيج الأوضاع أو تحكي ما تؤمنش بالمؤامرة وتحكي لنا على مؤامرة لا نحكي لك وكأني أنا قلت لك ما تبنىش من نظرية المؤامرة ما كان فما أشياء بأي أنا نحسه وكأنه اللي ساره كله هو للتخلص من الجوين كامال يدير عليش يحب يتخلص من الجوين إيش معناتها أنت لغة ما عجبنيش كلام وجاء بصفة فرقية ما عجبنيش معناتها سامحني سامح إيش هو نجيك معناتها قولك أنا نجي بوسكيدك بربي يشوف لي حالك أنا ندخل لا ما طلبتش منك ما طلبتش منك بش تبوس لي داية أما زادة ما تدخليش تقول لي اسمع في ذك جمعة بش تجيب لي طن ما كان شروه كذا إذا كان انت يكوف أخوي وانت قادر على أنك تحل المشاكل للتحكية في تونس ما نعدي هالك أنا مش معركة شخصية غيرت الشخصي دائما يغلب على المصلحة العامة إحنا ما أذر كنت خدمة تونسية وانت بصفة عامة هو الشخصي الذي يتفوق دائما على أنت تقصد أن شخص نجي جويني يغلب على المصلحة العامة أنوافقك شخص نجي جويني شنو؟ قلت الشخص يغلب أنوافقك في أنه نجي جويني معناتها تصرف بصفة شخصية قلت هالك أنا عمناول أطلقته عليه صفة ما أوريكم إلا ما أرى المنقذ من الضلال عنده عليش عنده عليش عنده تاريخ عنده جيم برنامج المدة متاع والمشاكل متاع الحكام وظلمهم للأندية ثلاثة مرات قد اللي كانوا قبل عملت أحصائيات باش يخذت أرقام الذية رسمية معناها ما جي با بزوان وقت يقبل كنا نشوفه مستخيفة تتقول فيه هارشون قولي هارشون قولي هارشون قولي كان ذي رأي الخاص كان ذي رأي الخاص قبل كان كي سير في جولة كنا مدينة فاهلة قبل قولش مريد كيفاش انتو ما يلزم واحد يمشي انتو ما يلزم واحد يمشي معاكم في رأيكم شنو تولي وكلتات حتى ذي رأينا زيتا لا لا المدينة الفاضلة موش رأي المدينة الفايضة هو استهزاء برأي لا لا محاشا أكلم الاستهزاء ما كناش المدينة الفاضلة اما على ثمانية ماتشويت وسبعة ماتشويت كان ثم حاكم وكنا نحكيوا عليه في الليل الحاكم على سبعة ماتشويت كان يصير خطأ كان ثم ماتش مع انت تشير فيه فضيحة موش خطأ تشير فيه فضيحة ثم فرق رو بين الأخطاء التوليرابل والأخطاء الفضيحة ثم أربعة خمسة ماتشويت سنجا وليس ثم تشير خطأ توليرابل تحلى بنوع من الموضوعية طوانا نحكيلك قتلك ثم أخطاء اسمع اسمع وانتي تحلى بأذن تسمع هاني يوذني كبيرا غريبا لا نحك الكاسك خطرة بارا مو مش تخلي فيك تسمع انا قتلك خاني اخطاء تحكمية خطأ توليرابل خانفصر لك انتي ما فهمتنيش قبل الجولة الخامسة في عهد المنظومة القديمة الجولة الخامسة اياب سبعة ماتشويت تلقى حكم عملوا فضيح وتلقى ثلاثة عملوا أخطاء توا تلقى أربع حكام عملوا فضيح وذو ما ناجي جويني هو السبب فيهم أربع عملوا فضيح على خاطر سيئ وقت لي ناجي جويني يخرج يقول لهم زفروا وراس يسدوا ما نعاقبكمش بالطبيعة يوليوا تتذكر عمناو اللي خرجوا يهدد في الاندية وما نعاقبش وما نشبش نعاقب والحكام عملوا الفضح عمناو حاجات صاروا رو ما يضحكوا حبي تقول ماذا بالتوضيح الاربيتر كما حكيتنا السنين وكنا حكينا قبل معانا مختار دابوس الاربيتر رو ما كما الجواريت رو في التراع إذا ما يخلص رو يعمل يحب عليهم مخاطر ما عندوش كون دفع عليهم ما عندوش جموع الملعبية كين تعمل قبل تقول لكي ناس معينا الاربيتر عندو عامين ولا عام ما خلصوش ثلاثة سنين ما خلصوش وقتين بشي وقفوه لازموش يعملو يعملو اخطاء بش تخلي فرقعو الدنيا ما تسويش متعمده هاخي فاما ملعبية في الجامعيات سامحني توقع 3-14 وليوم كل مرة الرئيس بش تدور عليها الجمهور كيفاش لازمك تعطي رون دموخي بش تخسر بش تنجم دور عليها الجمهور هكا هكا كنت تعمل انتي عملت هكا ولا سمعني واليوم انتروني لك فاي مش نحيه انت انتي انتروني لك فاي مش نحيه انت ليه صارت 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 بلعبية باي سمعني تخاذل هذا يسمع ولا تروح اكراك انتي طب اخي شروع المشكل اخي سامحلي اخي سامحلي مختار دابوس دو اخي سامحلي اخي سامحلي يا تارك يا تارك صالحي ما تجعبوش كي اصلي طب يا اسلام يا اسلام طب خلنا حكيوه بالمنطق يا تارك اخي ملعبية زيدة اليوم فما ملعبية تحبش الانترونيور واليوم الانترونيور قاعد بس يفعليك تاسمع فاي انتي كي ممش تنحيه تسير بش تنحي الانترونيور مو كيفيك ونت تتعامل قبل يتال 3-4 جولة فيم معام بنحبو الناحية تحيطي ممنطق والله انت تقول فيها طيو هاكا كييني سهلة ما هي اللي هي مسهلة بالكل مانا يوش حاجة انا مرة لحقيق قرار نحيق لك انا مرة صارت قدامي انا كلتولو ما انا خاتي عاملين انا مرينو اربع الجوارات وموركم كنتولو ما انا بنسبة انا خاتي وينو الجماعية دي رفا ما نعرض شي كاك انتس ليه معتكي نحكيلي ليه زربيت نحكي الشيموت عالطوريت نشوفوها بالوقت بالنادي بالنادي الشيموت عالطوريت العام تقريب اثناشي النادي ونشوف يصيروا مثلاً نحكيات هيدو ولا ميسراكي دي طارق مش ديما مش ديما معناك في العشرة تصير شي مرة اثنين صاحي نكمل معاك عحمدين هو اللي عملوه الحكام هو اضرب عشوائي تحت غطاء المستحقات المالية بالله سيد احمد نسألك سؤاد عمناه الحكام مباراة نادي الافريقي والملعب التونسي الفاري عايتلو يقولوا يجا شوف بنالتي قلوا لا ما نرجعش اشتسمى هذي الفاري عايتلو يقولوا ايجا شوف يقولوا لا ما نجيش لا عايتلو ثم واحد قالوا لا والثالولان يقالوا عايتلو بالله خلان موضوع التحكيم تحكيه عن المستحقات المالية التحكيم رأي الناس تمارس فيه بهواية ما هونش محترفين عايشين من من صلير تاع التحكيم انتي ساعات هويتك تدفع الفلوس بيش تمارسها الحكام انت هاوي ظهور لك دور اللي انتي تفكرت مستحقاتك متاع عامين والثالة سنين وقتش تحبوا يتفكر بعد خمسة سنين هي 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 اما ما تشوف متعملش في ذراب على شواقه شوف هو ما يضربتك بحق دستوري فما التدرج في المطالبة بحق مجيش تودا نكون ها لا اخوة مانش مزفرين هذك يتسمى تبوريب ويتسمى معناتها انسان عمل لا يذراع بليه فما كلمة الحكام الكل يعودوا فيها ونسمع فيهم البارح في اللي بلاتو يعودوا فيها الاستقلالية 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 يحكيوا على الإدارة سامحوني ربقاعدين يخالفوا في القانون يحكيوا مع الوزير في النقطة هذه تفهموا انه بشي بادلوا لا مكش فهمني انتي مكش فهمني حكيوا مع الوزير في النقطة هذه تفهموا انه بالقوانين والتشريعات بشتولي تتلائم مع استقلالية الى متع التحكيم قريتك يقولك مكش فهمني بحك تفضل خاطر هوما طوى انا انا هاو خنفسر هلك انا القانون طوى الحالي يقول جريمة التحايل خمس سنوات هالمعقول انا نجي نقولكم سيد المستمعين رأوا جريمة التحايل عشرة سنوات لأراني نحكي خاطر نحب القانون يتبدل كي تبدل القانون نحكي هما خرجين يحكيوا المنظومة هذه معانتها طوى لدارة جديدة جاءت تحب تضرب الاستقلالية اللي يبدينا نتمتعوا به وتحب تضرب تيلاتي انتي بالقانون ماكش مستقل انتي بالقانون راهوا لدارة الوطنية التحكيم يشرف عليها عضو جامعي رم تسمية متاع المديرين غالطة راهوا الرئيس لدارة الوطنية التحكيم لازم يكون عضو جامعي منتخب تليوم تجي تحكيلي على الاستقلالية لهنا اخذر الاستقلالية راهي في ادائك لا سلطان عليك في التيران الا للقانون والضميرك هذه الاستقلالية اسكو هذا قاعد يصير ولا هذا يلزب نحكيو فيه انا الحكامة معاهم في تحسين ظروف التمرين معاهم عليش بربي سمحني القطاع الخاص طوا في اسبانيا ويطاليا يا اخي القطاع الخاص مدخلش في التحكيم لا بوب معندها مش عندهم ديسبنسور عندهم اي انتي كجامع هذي كل ما حكي عليش شحمد عجبني في الكلمة طول جيلة الجريف هيجي نشوفوا الحلول البديلة هيجي نحكي ثم انك سامحني ثم انك في ثلاثة سنين اخويا طالبت كان ليلة اللي تنحها الاستقالة معندها وقت استقال الجماعة وجاول اخرين جلت لك انا جايا يا ابو حسل بي ماروين نكمل اخر موضوع قبلك اجبته شوي على مهدي النفطي مدرب جديد للخور القطري كيف يشوف الخطوة في مسيرته لو يمشي للدوري نجوم قطر بعد ما كان قريب للمنتخبو وتدريب للمنتخبو نكون في ستاف متع فوز البزارتي كيف كان في الليجة او في الديفزيون دون في اسبانيا خطوة قدام والالتالي تعتبرها مهدي النفطي بو على الحقيقة اليوم نحكيه على الدور القطري معتها من احسن الدوريات اللي في الخليج معناتها الدور القطري السعودي ممكن بابايا المادي برمير انترنور في الخور نعرف الفريق هذه موش كما السيلية وكما تحيل فريق اليوم تواجد في اخر ترتيب ممكن ماديرا روحوا ليكونوا في الموسم هذه قادر ينقذ الفريق هذه الحقيقة الفريق لخ في الترتيب عنده تلافة نقاط البحث تعادل تلافة وخصم تلافة من طول معتها ملا فايز في الدور القطري حظ اوفر مهما كان مدرب تونسي احنا تمانينين شوفوا مهدي النفطي الحقيقة خليقة عالية ونعرفوا اللي كانوا مهدي النفطي ابني المنتخب وكان يستحق يكون ياخو فرصته في المنتخب تبقى ان شاء الله رب يوفقه في الدور الجديد ممكن من عرشه وكان في الدور الاسباني وعمل معتها باركور بهاي مع الفريق امتيعوي شكو بالانج والزامة في الجديد فكانت نفسي اخرى ونطلع الحالة المترجم و كانت اليوم يظل عنده عنده عليها تجربة ذيه يحب ياخد شلانج هذيها وان شاء الله رب يوفقه فى مسيرته امتي تعرفوا ذلك اللعبتم بعضكم اللي اتعرف بلعبت شوية شخصيتهم انت قليشنين ينجح في تونس مثلا في المغرب تجربته ومكانتش باعة برشه مع الوديد في تونس كيف كيف تصبح مشاكل منون ينجح في قترة تشوفه والله هما شوف تجارب هذية به النفطي بشيخوا خاصة تعرف كل بلاد عندها الكولتورة متاحة كل بلاد عندها الثقافة متاحة الفرق زادة هو ممكن بالأجواء الأوروبية معناتها ومهما كيف نهناه معناتها إلا مشكلة الخليج وإلا مشكلة للأفريق بالنسبة لي أنا كيف يتعلم ويتأقلم معناتها في كل الظروف تعرف روحنا المدربين متاعنا التوينس علاش ينجحوا البرا لأنهم يتأقلموا مع الأجواء مع الظروف مع كل شيء حتى الثقافات كي نمشيوا للمغرب نتأقلم ونمشيوا للسعودية نتأقلم ونمشيوا للبرجة معناتها أنا حسب رأيات تجربة بها والتشالانج كيما كان يحكي طوى مروان تشالج لي هو لأنه ومستعود ديما يأخوا في رقة ومكونوا في آخر الترتيب وإلا مثلا يلعبوا معناتها عاملين نتائج ولا ديبار ماوش به يأخوا هو ويحسن الفريق ويوري خدمته أنا ما راهاش خطوة الوراء راه بها اللي هو لأنه شوف كيتمشي تعرف الثقافة في الخليج وتعرف الثقافة في المغرب وتعرف الثقافة الأوروبية وتعرف الثقافة في أفريقيا وتلعب أذوكم مخزول اللي كنتي وأذوكم حاجات اللي كنتي ترباحهم كاونترونير وديزيكسبريونس تتعلم منهم تتعلم سواء من الأخطاء ولا تتعلم من الحاجات اللي 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 أعملتن باشهم بعدي في دوك كان ناوي معناتها مش تشد معناتها خاطر كيش تعرف رو مش تمشي بعض منتخبات منتخبات مايش نفسها كيمن نوادي مش نفس الواحد اللي هو بهين خاصة هو مزال في دبيت كاريير متاعه أستاذ مهدي النفطي عام القضية بالجامعة تونسية اللي كنت قدم معنا مستحقاته المالية في قراءتك شنو ما صيرها وشنو ما إعلها معلسف رأيي الخاصة وبشير بح القضية متاعه والجامعة ستكون ملزمة بأداء قيمة العقد حتى لو كان يقولوا هم العقد مش مصدق عليهم الوزارة المحاكم المدنية ليهم هذيك هذيك ثم 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 مبدأ قانون يقول لك حتى حد مينجم يحتج ضدك بخطائه انتي كجامعة مصادقت شو مورك انا صححت معاك نمشي معاك للمحكمة نربحك امور مصادقة اي 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 ليه العقد موجود العقد موجود مريقل مصادقة نتعلى الوزارة هذيك بعض وزارة تعاية فديراسيون بالكف عادي احمد معناها موديرا بيوسكي معانتها بالجامعة بتاع بلاد وقالك احتراق ما يهمش اسلام المش عادي هي الطريقة اللي اتعاملت بها الجامعة مع مهدي النفتي طريقة مسيئة وموشينة للغاية مم جات مع ملاعبة معانتها كان كابيتان في الاكيب ناسيونال ملاعب يقدم كثير لكرة قدام التونسية تم التعامل معها بالطريقة ذيكة بصراحة الى حد الان انا مفهمتش الخطوة اللي عملتها هيئة تسوى مع مهدي النفتي اساءت نفسها واساءت زاد المادي ناصر مهدي النفتي غالترا بوليتروناترا خرجنا من العقد مهدي النفتي اساءت تصرف مع فوزي البنزارتي كيفية؟ انتي دي مساعدهم بعض لا 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 شوف ثابت انه يتصل بالملاعبية وفوزي ما في بلوش ويعايتلهم وبش نعملوا كذا تصرفها كمدرب اول ويحكي لهم على بروزي هي عادي لي خاقبية عادي انتي مكش مدرب اول وانا مدرب مساعد ونجيب معايا مساعد ونحكي معا اللاعبين على بروزي سواءن للبرا نحكيلك وتمشي تحكي معاهم وما تحضرش لهنا الاجتماع الولاني فوزي ما في بلوش بالرينيون شمع بها وسمعها شكرا لك ترقةك صحة شرفنا بحرور كذا نحمد الصالح يا بركة الله فيك شكرا مروين تيج ايضا كمال لبخلي شكرا لكم شكرا لولاد الكل في الاخراج اجمل تحيات اسلام المتب شكرا لكم